موسيقى 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 السلام عليكم كاذ من الناس كنو على خير سوف نشارك معكم اليوم فكرة الفطور سهلة عبارة عن دجاج في الفران سوف نقدم معه البسبوسة نحتاج موسيقى 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 سوف نبدأ ونحضره نحضره دجاج ونقوم بيته ملحة سوف نقوم نضيف نصف موسيقى سوف نقوم بالملاحة سوف أغلق السلحة ثم سوف أعلى الحجاب نضيف صغيرة العالم سوف أغلقها مصر صغيرة سوف أغلقها مصر ت 6000 عمر نضيف عطرية الكاري نضيف زيت زيتون نضيف المالك نضيف المالك و نضيفه الدجاج نضيفه نضيف الماليمونتا و نضيفه في تلاجة لنضيف الفران نضيفه الدجاج و من الأحسن نضيف مالك و نضيفه و نضيفه و نضيفه و نضيفه في الصباح و نضيف منزل و نضيفه مالك و نضيفه نضيفه سوف نضيف لها كيسان السميدة سوف نضيف لها كيس فاني كيس خمارات كيس نيدو ساشي واحد سوف نضيف لكيس سوف نضيف لكيس أربعة كيس لنضيف للمكونات الجافة سوف نضيف لها كيس نخلطها قليلا ونجعلها على جنب لنحضر كريم باتيسيا بالنسبة لكريم باتيسيا هنا في كاسرولة ثلاثة المعالقة ثلاثة المعالقة سنيدة ساشة الفاني ثلاثة كيسان الحليب هنا لا ترى جوج ولكن أمرت الكاسر ثلاثة سنخلطهم جيد حاولوا تجنب الكاسرولة التي يبقى اللاسق فيهم حاولوا تحركهم جيدا قبل أن تفعلها فوق النار ثلاثة نحرك ونجعلها فوق النار حتى تتقل سنجعلها فوق النار حتى تتقل سنجعلها لا تتقل بثاف كما ترى هنا سنجعلها غير تقبط فراثة لا تتقل بثاف سنجعلها ثلاثة سنجعلها السميدة لها الماء هنا بالنسبة للسميدة التي تخلطنا قبلها كل مواد الجافة مع الزيت سنجعلها الماء هنا بالنسبة للماء تقريبا 1 كاسونس هنا لا يوجد مشكلة أن تجربها لا يوجد مشكلة بالعكس كل ماء كانت جارية كما تتعاون لكما تجربها في الماء احتى هي لا تعجنها متعجنها موالو يعني غير بالطرف سبعانكم لا تزيدوا الماء و لا تتخلطوا فيها يعني لا تعجنها موالو و من بعد ندوز المول اللي درت له شوية ديال زيد دهنته بالزيد ورشيت عليها سميدة رقيقة و غادي نحط غير نصف ديال الكمية ديال هاد ديال السميدة نصرحها مزيان مزيان في المول غادي نضيف لها ديك الكمية ديال كريم باتيسيا يعني خبقة سخونة ما تخافوا منها موالو و من بعد غادي نضيف لها لنصف ديال كمية اللي بقى ديال ديال العجلة ديال الخالد غادي نحط حدايا كاز ديال الماء غير باش انانين في الزقي باش باش تسهل عليكم و كما لاحظتم اللي كانجين نحط ديال طبقة التانية ديال الخالد اللي هي عادي تكون طبقة ما نحطش كل شي في دقة الوسط ما غاديش تبغيت هكا تترح لكم يعني بحل تنفرتها الفوق ديال كريم باتيسيا و نخليها كاي شوية ما نحطش كل شي في دقة باش نشوف دوك البلايس الخاوين اللي بقى باين فيهم لكريم باتيسيا نغطي بهم حتى ما تبقى لي حتى شي بلاسة بين كريم باتيسيا فيها الكريم باتيسيا هي راتقدر تبه لكم صعيبة ولهذا ولكن بالعكس يعني إلا تبعتوا المراحيل كما هي رغادي تصدق لكم مية في المية و كدجي هاد البسبوسة بنينها بزاف بزاف و في الحقيقة يعني كنشكر بزاف سيدة اللي اعطتها لي من عائلة راجلية كنشكرها بزاف بزاف عتي راسينين بشاطاتها لي و انا اشك فوة نديرها و تنعودها حتى تعجبني بزاف و تعجب الدار بزاف عتي تجي هكا ديك لك خامل داخل تتعطيتها يا واحد للبنة و مش بحلي اي بسبوسة عادية يعني انا بالنسبة لي غي جربوها و معمركم ما غادي تندم سافي من بعدك نكمل على هاد الشكل هادا نقدلي هادوك الجوانيب دياله بغيتو هكا تقدوها بمعلقة تقدو تفزقو فيها و تقدوها كما كما درت انا هكا يا جناب يعني تتسهل عليكم تقدو الاجناب مزيان سافي و ندخلوها للفران اللي سخنتوا من قبل انشاءال عليها لتحت واللول و تا طيب تبليها هكا يا طابت من التحت و انشاءال عليها و انشاءال عليها و انشاءال عليها الفوق حتى تا طيب اللي سندخلها للفران تندير في كاسرولة هكا يسيرو اللي فيها هكا واحد كاس ديال الماء مع نسكاس ديال سانيدة و نخليه طيب باش ملي الطيب بالبسبوسة غير نخرجها من الفران نسقيها به بحلقة من الفوق و هنا كما تتشوفو من بعد ما تابتلي البسبوسة اللي ما تتاخدش توقت بزاف ما بين ربعين خمسة و ربعين دقيقة ماكسيما تسقيها بدك تسيرو وهو طايب يعني بقي سخون نسقيها بحلقة مديان و تزوقوها باي حاجة بغيتو و انا ضفتليها غير هكا الكوك من الفوق و هنا خليت الفران شاعل باش ندوز ندير فيه هدك الدجاج اللي عادي نديرو فمور ولكن قبل كما تتشوفو غادي ندير ليه البابي ألومينيوم هاد ندير ليه البابي كويسان و غادي ندير ليه شوية ديال البصلة ندرت واحد ثلاثة ديال البصلة اللي قطعتهم من الدوابر و غادي نديرهم في ذيك شرمولة ديال الدجاج يعني كما تتشوفو حيه الدجاج و غادي دك شوية اللي بقى في ذاك البول هو اللي تندير فيها ذيك البصلة حيث و اصلاً غادي البصلة هي اللولة و غنزيد الليها الدجاج يعني تلك الدجاج غادي تطلق في ذيك البصلة و تهي غادي تطلق المديانة في نطب ذاك الدجاج سا فيه ندرت البصلة هي اللولة حتى لها دوك طريفة ديال ديال الدجاج و غادي نصدها ثاني بالبابي كويسان هو اللول هادي ندير البابي و ندخلهم الفران عادي حتى يطيبو و نرافقهم بالخضرة مبخرة و مصوتية هكما شوية ديال الزبدة و ملحة و بزار شوية ربيه و سا فيه هاد شي مكان هادا و الاخر ديال فيديو هنيا قدمتك الدجاج بدك البصلة هكما سلا اللي كتجي زوينة و معادي ك البسبوسة اللي تجي زوينة بزاف كتح ليا هكا ف هاد رمضان كانت منى انه الفيديو يعجبكم تمنى انكم تجربوا هاد الوصفات شكرا بزاف و بسلام عليكم